Good evening, dear students. This is Noha Alkholi with you for a new episode in Biology Secondary 2. Are you ready? Today we are going to talk about Autotrophic Nutrition. طبعا إحنا زي ما اتلمنا قبل كده أولاد على النوترشن في البداية. قلنا الديفنيشن بتاعه وقلنا أنواعه وكان من ضمنها Autotrophic Nutrition وهتروترافك نوترشن. درسنا Autotrophic Nutrition بتفاصيله وطبعا عرفنا أنه Only the green plants perform the Autotrophic Nutrition. أخذنا الستابس بتاعته وبعدين أخذنا الميكانيزمات بتاعته وعرفنا How to obtain high energy compounds by the plant with Autotrophic Nutrition. النهارده إن شاء الله حنبتدي ناخد Heterotrophic Nutrition والمثال بتاعنا أو الإجزامبل اللي حنبتدي ندرسه اللي هو الDigestion in Human. تعالوا كده خطوة خطوة مع بعض. What is digestion؟ أول ما بقول كلمة Digestion يعني هضم. إيه اللي بيتبادر لزهنك؟ تعالوا نشوف ماذا تعني كلمة Digestion. It is the diversion of large molecules اللي هي الpolymers اللي احنا خدناها في سنة أولى لو تفتكروا اللي هي الhigh energy compounds اللي هي large molecules organics أو polymers into smaller ones يعني monomers by means of hydrolysis catalyzed by enzymes. تعالوا ناخد الكلام ده ماذا يعني خطوة خطوة كده؟ Conversion of large molecules أو polymers يعني تحويل الجزيئات الكبيرة أو البوليمرات into smaller ones أو monomers يعني بنحول الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر منها في الحال. By the means of hydrolysis بواسطة وسائل التحلل المائي catalyzed by the enzymes يعني العملية دي is activated by the enzymes. يعني أنا هنا لازم أمركز جدا جدا في الtype of enzymes that activate each step during our digestion. تمام؟ نقوله تاني سريعا. The conversion of large molecules into smaller ones by the means of hydrolysis catalyzed by the enzymes. طيب تعالوا نسأل نفسنا سؤال كده. What is the importance of this process؟ هي أهمية عملية التغذية. طبعا زي ما احنا عارفين. Using the sample compounds as a source of energy. احنا عارفنا من الأول خلص أنه الماين aim أو الماين goal الهدف الأساسي from food or feeding هو obtaining energy. يعني أنا عايز أحصل على الطاقة. فأول هدف عندي أو أول أهمية يتمثل فيها عملية التغذية using the sample compounds as a source of energy. يعني بحول large molecules into sample ones to be able to get benefit from them as a source of energy. تاني حاجة it is this process activated by the enzymes. يعني العملية دي بيتم تنشطها بوسطة الإنزيمات. طبعا إحنا السنة اللي فاتت كنا تكلمنا عن الإنزيمات أو الإنزيمز وقلنا إيه هي الإنزيمز لو نفتكر. يلا نفتكر مع بعض. A protein substance has a properties of catalyst that activate the reaction but don't change. يعني إيه؟ يعني نقولها بصورة تانية. It is an organic protein substance has the property of catalyst. الكاتاليست كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل activation لأي chemical reaction. Without being consuming. Without a change. يعني لا بيتأثر ولا تتغير طبيعته ولا تتأثر كميته. ما بيتغيرش خالص ولا يستهلك أثناء التفاعل. بل هو لا يشارك فيه أصلاً. لكن بيحفز أو بيسرع أو بينشط من عملية التفاعل الكيميائي اللي بيحصل. يبقى تاني. A protein substance has a properties of a catalyst that activate the chemical reaction but don't change. طيب. إيه هي الكاركتريستيكس of enzyme؟ What are the characteristics of enzymes؟ إيه هي الخصائص متاع الإنزيمات؟ برضو كنا كلمنا عنها بريف لكده في سنة أولى. وقلنا على مجموعة من الصفات. أول حاجة specific on only one type of chemical reaction. يعني إيه؟ يعني لو في عندي بعض الإنزيمات بتعمل على فك مواد. ممكن تفضل هي ما بتشتغلش على التفاعل غير على التفاعل ده بس. أو على المادة دي بس. يعني لو عندي one type of compounds. الإنزيم ده will be responsible for. مثلاً أنه يعمل breaking the bones of this material. فبالتالي هو مش هيشتغل على غير على الماتيريال دي. ليه؟ برضو كنا السنة اللي فاتت شايفين الشكل ده. number one. ده عندنا الجزء المحفور ده أو الشكل المميز اللي موجود ده. اسمه the active site. الactive site ده. اللي هو space كده أو place من البروتين. where the enzyme is connected to the substrate. المادة التفاعل اسمها substrate ياولاد. فبالتالي they are fixed together in this active site. عشان يعملولي intermediate compound زي number two كده زي ما احنا شايفين. طبعاً زي ما احنا شايفين هم متركبين they are fed together. وبعدين بتتفك المادة دي بتبقى اسمها resultant. هنا اسمها reactant. وهنا الcompound ده اسمه intermediate complex compound. وبعد كده ده اسمه resultant ويرجع الانزيم زي ما كان تاني زي ما احنا شايفين. شكله ما اتأثرش بأي حاجة ولا كميته ولا أي حاجة. يبقى أول خطوة specific on only one type of reaction. ليه؟ عشان هو بيشتغل على chemical compound واحدة بس. ليها certain type أو certain shape which fix with A with the active site of enzyme. number two it don't affect the products of the reaction. يعني works as a catalyst. بتشتغل كعامل محفز ما بتأثرش في نتائج التفاعل. يعني كده كده نتائج التفاعل هتطلع هي هي لكن احنا بنعمل لها activation by A by the enzymes. وبالتالي هي ما بتأثرش في مخرجات هذا التفاعل أبدا. so it don't affect the products of the reaction. work as a catalyst. طيب number two number three must of it have a reversible effect. يعني ايه reversible effect. وهنا أنا حطالك give reason على الحتة دي بعد ما نفهمها. must of the enzymes have. أنا قلت must يعني معظمها. have a reversible effect. يعني some enzymes could break the material and bend them again. يعني زي ما الانزيم ده قدر إنه هو يربط المواد ببعضها. فك المواد قصدي عن بعضها كده يقدر يرجع يربطها تاني. كما لو كنا نقدر نحط هنا كده سهم رايح جاي. يعني زي ما أنا فكيت الماتيريال دي أهو بالشكل ده أقدر أجمعهم تاني. لو عملت لهم fixing at the same site بنفس الشكل ده كده. يعني ده دخل في الفراغ ده دخل في الفراغ ده. يقدر تاني إنه هو يجمعهم. ده اسمه reversible effect. يعني زي ما فكهم يقدر يركبهم تاني. يبقى يعني a must of it have a reversible effect. نقدر نقول في الجيف ريزين هنا لو سألني السؤال ده أقوله as the enzyme could break the bond between the material it could fix the same material some more time. طيب. number four their activity depend on the temperature and pH. كنا خدنا برضو السنة اللي فاتت إنه الانزيمز highly affected by التمبراتشير والPH. خدنا السنة اللي فاتت حاجة اسمها الoptimal temperature لو تفتكروا وخدنا حاجة تانية اسمها الoptimal pH. الoptimal temperature is the most suitable degree of temperature that the enzyme will work efficiently in. يعني درجة الحرارة المسلى التي يعمل عندها الانزيم بأعلى كفاءة. طيب. والPH كانت دي الappropriation بتاعت ايه؟ power of hydrogen اللي هي درجة الacidity أو الalkalinity بتاعت الانزيم. طيب. دي بتقول ايه؟ انه each enzyme have optimal pH to work efficiently in. يعني كل انزيم عنده درجة حموضة أو قلوية مثلى يعمل عندها بكفاءة. وده لما جيناتكلمنا عنه السنة اللي فاتت قلنا ليه؟ قلنا علشان عنده هو two sites واحد فيهم acidic والتاني basic فبالتالي طبعا الPH degree will affect over the enzyme's work. طيب. number five some are secreted in active form. يعني البعض يفرز في صورة خاملة. بتحتاج انه يحصلها بعد كده activation with enzyme with another material another substance could activate this enzyme. يبق احنا عندنا الانزيم احيانا يفرز في صورة خاملة. some are secreted in active form. يعني يفرز في صورة خاملة. زي ايه؟ زي عندنا البيبسين. البيبسين بيفرز in active form اسمها بيبسينوجين وبعد كده بيحصل لها activation او تتنشط بواسطة الHCL او الhydrochloric acid. يعني ومجرد ما انزيم البيبسينوجين اللي موجود جوه الستومك بيعمل attachment مع الhydrochloric acid بيبتدي يتأكتف ويبقى اسمه بيبسين عشان بعد كده يشتغل على إيه؟ على البروتين. نقراهم تاني بسرعة. What are the characteristics of enzymes? Number one specific on only one type of reaction. Number two affects the product of the reaction work as a catalyst يعني must of it have a reversible effect. Number four their activity depend on the temperature and pH. Number five some are secreted in inactive form. طيب تعالوا نشوف مع بعض الexample بتاعنا اللي احنا هندرس عليه digestive system اللي هو digestion in man الهضم في الإنسان. زي ما احنا شايفين كده عايزين الاول نشوف what is the structure of the digestive أو alimentary canal alimentary canal يعني قناة هضمية أو digestive canal يعني قناة هضمية القناة الهضمية زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي قدامنا it starts with a tube and end يعني starts with an opening and ends with a with an opening تبدأ بفتحة وتنتهي بفتحة وبالتالي هو نظام دايما بنسبهه بشكل الـ tube أو شكل الانبوبة تتسع أحياناً وتضيق أحياناً على حسب الفنكشن اللي بتقوم بها تعالوا نشوف الـ structure كده بيكون من ايه زي ما احنا شايفين اول جزء هنا اهو the mouth بعد كده عندي الجزء ده هنا اللي هو الملتقى اللي بيشاور عليه الارو ده pharynx بعد كده عندي osophagus اللي هو ده ده الosophagus بعد كده عندي stomach اللي هي الجزء ده وبعدين عندي small intestine طبعاً small intestine ليها نوعين اللي هما dyodenum وبعد كده الجزء اللي تحت ده اسمه ileum فده ال intestine ليها جزئين small intestine dyodenum او dyodenum بتتقال كده او كده dyodenum او dyodenum اللي هو الجزء ده وبعدين عندنا ال ileum اللي هو اللي فائفي اللي هو الجزء الكبير الملتف بشكل كبير تحت pharynx بعدين orthophagus then stomach then small intestine then large intestine then rectum then it ends with the anus طيب هل ده بس لأ عندي group of accessory glands او مجموعة من الغدد الملحقة بهذا الجهاز او الحاجة عندنا liver وعندنا pancreas وعندنا salivary gland طبعا بتبقى موجودة in the mouth cavity يبقى عندنا هنا نسينا نكتبها معلش عندنا salivary gland في الأول اللي هي الغدد اللاعبية وبعد كده عندنا pancreas وبعد كده عندنا the liver يبقى عندي mouth pharynx esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus associated with the accessory glands اللي هما اسموهم salivary glands بعد كده عندي liver then the last one will be the pancreas طيب تعالوا ندخل بقى ايه في دراسة أول جزء من الهضم أو الفرست part of digestion الروت اللي هيمشي الأكل اللي هيمشي زي طبعا أول حاجة through the mouth المouth then يعني digestion inside the mouth then inside the pharynx then inside the esophagus esophagus named by pukel digestion pukel digestion طيب pukel digestion أول حاجة عندنا mouth inside the mouth احنا قلنا لها three parts pukel digestion mouth pharynx esophagus تعالوا ناخدهم واحدة واحدة أول حاجة عندنا pukel digestion starts with the mouth زي ما احنا شايفين هنا ده structure بتاع الماؤ اهو بيتكون من ثلاث حاجات مهمة جدا يا ولاد الجزء الأولاني teeth upper jaw lower jaw فيهم teeth ثاني حاجة tongue أو اللسان ثالث حاجة عندي salivary glands موجودة في mouth cavity طب تعالوا نتكلم عن حتة حتة كده number one teeth teeth دول عندنا كذا نوع عندنا أول نوع اسمه ancestors اللي هما four front دول الأرباع الأماميين أو نقول عليهم قواطع incisors the function of the incisors is for cutting the food وظيفة القواطع هي قطع الطعام بعدين عندنا canines canines اللي هما الأنياب شايفين اللي هو الشرب ده هنا وهنا دول اسمهم ايه canines أو أنياب الفنكشن بتاعتهم for tearing the food لتمزيق الطعام بعد كده عندي premolars دول ودول وبعد كده عندي ايه اللي هما المولرز المولرز for crushing the food لتحطيم الطعام بعد كده عندي المولرز for grinding the food لطحن الطعام يبقى يبقى احنا عندنا الوظائف بالترتيب قطع تمزيق وبعد كده طحن وبعد كده بعد كده اسفة تحطيم وبعد كده طحن يبقى نقولهم تاني incisors for cutting the food canines for tearing the food premolars for crushing the food molars for grinding the food طبعا موجودين عندنا فوق at the upper jaw موجودين عندنا in the lower jaw يبقى ده اول جزء تكلمنا عنه اللي هو ايه التيث طيب number two tongue ايه هي الفونكشن بتاعت الطنج الطنج actually lead to function ملناش دعوا ادلوقتي بالكلام احنا بنتكلم accordingly الdigestion the tongue it serves as an organ of taste يعني ايه تعمل كعضو للتزوق ده اللي هو علاقة بالاكل اللي هو علاقة بالطعام بالهضو فبالتالي انا بقول هو يعمل كعضو للتزوق تاني function lead to manipulate food and mix it with saliva يبقى تاني وظيفة لللسان هي مزج الطعام او انه يلوك الطعام manipulate يعني كلمة manipulate يعني معناها يتلاعب او يلوك او يحرك manipulate the food and mix it with saliva انت بتندغ يمين بتندغ شمال لسانك هو اللي بيحرك القصة دي وانت بتبلع اكيد اللسان بيدفع برضو بالطعام للاخر so it helps in swallowing too وفي الاخر it helps as an organ or it serves as an organ of taste وليه دور مهم جدا جدا to mix the food with the saliva طيب زي ما بنقول دلوقتي السلايفة او على سيرة السلايفة تعالوا شوف ايه الcomponent التالت اللي هو salivary glands salivary glands اللي هي الغدد اللي عابية ياولاد موجودين موجودين عندنا تلت ازواج متوزعين بشكل مختلف الاماكن هنا وهنا وهنا موجودين تلت ازواج يعني ست غدد تلت ازواج او تلت ازواج جميعها بتفتح اشهرها اولاد لو بصينا تحت المراية ورفعنا لساننا الفوق هنشوف في جزء متكتل كده تحت اللسان في خط اللسان نفسه هتبصف وطلقوا فيه ثقبين دول احد ثقوب بتاعة السليفري جلانز دول بيبقوا واضحين جدا نشوفهم في المراية يبقى احنا عندنا السليفري جلانز دول اللي هم النمبر سليفري جلانز يبقى نقول يا اما ستة يا اما ثلاثة طيب ايه هي الكمبوننز بتاعة السليفة وليه موجودة فايدتها ايه تعالوا نشوف فيها نسبة من المخاط امايليز او بنسميه تيالين انزايم وال ال احيانا في ناس تقول على الانزيم او انزايم الاتنين صح على حسب السورس يعني فاحنا عندنا ميوكس من مكونات السليفة امايليز اللي هو التيالين انزايم وبيشتغل افاشنط احنا اتفقنا ان الانزيمات ليها اوبتمال بي اتش طبعا ال تيالين ضعيف او بيزيك ضعيف ده بالنسبة للايه ل الاميليز يبقى احنا عندنا السوري للسلايفة تاني نتكلم عن مكونات الماث في عجالة كده تيث قلنا اساميهم انسزرز كاناينز بري مولرز وبعدين مولرز انسزرز كاناينز بري مولرز ثان ده مولرز تاني حاجة عندنا التونج قلنا نتكلم على تاني جزئية اللي هو الفيرنكس الفيرنكس ده اللي هو بنسميه البلعوم اللي هو موجود في نهاية تجويف الفم اللي هي الفتحة ديولاد الجزء اللي هو خلاص خلصنا المouth cavity ودخلين على الانبوبة الداخلية دي دي هي اللي اسمها الفيرنكس الفيرنكس leads into two tubes يعني بيحصل له opening لو جينا نراجع الشكل كده السابق اهو شايفين الفيرنكس في المنطقة دي كده opened into two tubes واحد فيهم will lead through or to the esophagus والأثر اللي جاي من المouth will lead to the trachea يبقى أحدهم بيقود إلى المريء والآخر بيقود إلى التراكيا طيب ده بالنسبة لل الفيرنكس يبقى leads to two tubes esophagus and trachea it helps in swallowing هو طبعا اللي بيحصل منه عمارية البلع ما احنا لما بنيجي بنبلع بنعمل ايه بندفع بالطعام اللسان بيدفع بالطعام او البولوس اللي هي البلعة through the pharynx والparynx will pass it through the esophagus طيب تعالوا نشوف ليه هنا عندي سؤال بيقول لي swallowing is a reflex action ليه يعتبر عملية البلع عملية عكسية او ردة فعل عكسية تعالوا نشوف مع بعض ونشوف ال esophagus ده ثالث part في ال pucal digestion طيب ال pharynx sorry ال esophagus يجيب يمتد او extend from the pharynx to the stomach يعني هو جاي من بداية الفarynx كده ده التيوب الاولانية اللي بيفتح عليها الفarynx وخلفها في التيوب تانية اللي هي التراكية خلينا دلوقتي في ايه في الفarynx from pharynx from pharynx to stomach downwards يعني الامتداد يحدث من الفarynx toward mean stomach دي بداية ال stomach اهي تمام طيب اللانس بتاعته او طوله اد ايه into the chest cavity يعني ده معدي في التشست كافتي في تجويف الصدر وعلى امتداد 25 سنتيمتر لانج يعني بيمتد تقريبا 25 سنتيمتر Lined with glands secrete mucus مبطن من الداخل بخلايا تفرز المخاط طبعا توفاصلتات swallowing عشان يسهل عملية البلع لازم يبقى في حاجة مزلقة lubricant كده تسهل عملية البلع Food is carried by peristalysis peristalysis ايه الperistalysis دي؟ الperistalysis دي تعرفها انه هي مجموعة من الانقباضات والانبساطات للعضلات الدائرية الموجودة والمغلفة او الموجودة داخل عضلات الـ esophagus الهدف منها انه هي to sweep in the food within elementary canal عشان تكنس او تذهب بالبلعة اللي هي الـ polis دي في اتجاه الـ elementary canal زي ما احنا شايفين كده اولاد بيبقى بعد ما البلعة دي اتتكلت او اتبلعت بتخترق ما بين الـ walls بتاعة الـ esophagus فبالتالي بيحصل عندي هنا sphincter sphincter ده معناه انه حصل construction هنا حصل اختناق حصل انقباض للعضلات الدائرية مما يدفع بالـ polis او بلعة الطعام downwards طيب هو كان هنا اللي هي المنطقة دي خلاص نزلت منها يبقى يحصل لي هنا الـ contraction دي يحصل لها relaxation ودي بقى فيها contraction اهو it will sweep the food downwards طب نزلت لللي بعديها هنا حصل لها relaxation وهنا في الاخر حصل لها contraction تاني to sweep the polis toward the stomach يبقى لما قولك ايه هي it is a series of rhythmical muscular contractions and relaxation of the circular muscles of elementary canal ايه الهدف منها sweep the food within elementary canal and it is a very powerful motion يا ولاد because you can swallow a piece of food when you are upside down يعني حتى لو انت مقلوب وخدت بقى مية هي قوية لدرجة ان هي حتبلع برضو باتجاه المعدة طيب ده بالنسبة للpeucal digestion يبقى احنا كلمنا في الpeucal digestion على three main parts اللي هما first mouth اخذنا فيه ثلاث مكونات اللي هما teeth وتونج وساليفري جلاند بعد كده اتكلمنا عن الفيرنكس والليدنك بتاعته into two tubes واحدة فيهم will lead to the esophagus and the other will lead to the trachea for air passage بعد كده نهاية ال esophagus بتنتهي عند the stomach وده تاني جزء هناخده النهاردة في ال-digestion تعالوا نشوف بيقول ايه الجزء الاولاني كان اسمه peucal digestion الجزء التاني اسمه gastric digestion وكلمة gastro يعني دي the latin word of stomach so gastric digestion يعني stomach digestion يعني digestion inside the stomach تمام طيب تعالوا نشوف الجزء الاسترد دي بيحتوي على ايه الاول تعالوا نعمل description زي ما احنا تعودنا بنتكلم عن الـ device اللي مسؤول عن اداء الفنكشن دي فاحنا عندنا الـ stomach is a muscular sac like in the upper side of the abdominal palate فاحلوا كده نبص عليها ادي الـ stomach اهي بيقول لي stomach is a muscular sac like يعني عضو عضلي كيسي الشكل عامل زي الكيس كده ولكنه يحتوي على مجموعة من العضلات شايفين كم طبقة ثري ليرز سي ما احنا شايفين تمام الـ inner ليل اللي هي طبقة الميوكوزة وفيها الكويلز الكتيرة اللي موجودة دي تمام وبعد كده عندي two أو three layers of muscles عندي ثلاث طبقة طبقات من العضلات شايفين الاتجاهات بتاعتها مختلفة for churning the food علشان تبتدي تمخض الطعام وتعمله mixing مع el-gastric juice يبقى انا عندي الشكل بتاعها بيقول عليه ايه muscular sac like organ in the upper side of the abdominal cavity ده side بتاعها موجودة فيين في التجويف العلوي للبطن أو في الجزء العلوي من تجويف البطن طيب تعالوا نشوف el-gastric juice أو العصارة المعيدية على ماذا تحتوي طبعا احنا عندنا كل جزء بيحصل فيه هضم بيبقى فيه group of secretions كده أو group of enzymes طيب في el-gastric juice أو العصارة المعيدية بتتكون من ايه 90% of water وفيها HCL وفيها pepsin يبقى العصارة المعيدية بتفرز أو بتتكون من 3 حاجات 90% منها ماء وفيها نسبة عالية جدا من ال-HCL الأساديت بتاعتها واخد بالك كام from 1.2 to 2.5 pH from 1.5 to 2.5 pH يعني very powerful acid حمض شديد وقوي جدا وده كنا قلنا من شوية ايه هي ال-perafit بتاعته to activate el-pepsinogen into pepsin طيب احنا قلنا ان ال-pepsinogen is secreted with inactive formula طيب ليه تفتكروا بيفرز ال-pepsin in a form of inactive formula ليه بيفرز بشكل غير مفعل ليه بيبقى اسمه pepsinogen وليه بعد ما بيحصلوا attachment أو reaction مع ال-HCL بيبقى active ويتحول لي لل-pepsin طيب علشان احنا لو افرزنا ال-pepsin with its active formula it will digest the stomach itself هيهضم الجدار بتاع المعدة نفسه فبالتالي لازم يبقى يفرز بصورة غير مفعلة مفعلة inactive formula وبعدين until it reaches inside the bottom of the stomach here يبتدي موجود ال-HCL يعمل معاه activation ال-HCL the elementary canal action so it will stop its work مش حيشتغل مش حيشتغل ال-amylase لانه قابل acidity acidic media وبالتالي هو بيشتغل efficiently weak alkaline فمش حيشتغل هنا بيقول لي ان ال-pepsinogen بعد ما بيقابل ال-HCL بيتحول الى ايه الى pepsin طيب ايه هو نوع ال-digestion اللي بيحصل جوه ال-stomach سامحنا شايفين هنا كده يا ولاد الجزء اللي هنا اسمه cardiac sphenecter يعني المعدة بتبدأ باختناق او مضيق وتنتهي بمضيق اخر زي ما احنا فاتحين هنا وضحين الرسم شكله عامل ازاي هنا ده مضيق اسمه peloric sphenecter او مضيق بوابي او اختناق بوابي وهنا اسمه cardiac cardiac عشان قريب من القلب قوي peloric او بوابي لانه خلاص خارج من المعدة عن طريق بوابة الامعاء الى الامعاء يبقى احنا نحفظها كده ده اسمه cardiac sphenecter وده اسمه ايه اسمه peloric sphenecter طبعا فايدة cardiac sphenecter to prevent returning back of the food to ده الصفجز عشان يمنع خروج اللي انه طبعا زي ما احنا عارفين الاكل لما يدخل هنا بيبقى حامض جدا نتيجة وجود الHCL فهيبقى من الخطورة بمكان انه يخرج تاني من الكاردياك sphenecter وهنا البيلارك sphenecter عشان يخرج بنظام ما يخرجش كله مرة واحدة وياخد وقته علشان يعمل له ميكسنج مع الHCL ويبتدي يحصل دايجسشن للبروتين طب تعالوا نشوف ازاي بيحصل بروتين دايجسشن انسايد زي ما احنا شايفين هنا كده عندنا البروتين لازم يبقى ميكسد ودووتر احنا قلنا متهايدرولز يعني لازم تحلل المائي يعني لازم يكون في عندي ايه مية وبالتالي كل الكميكال ريأكشن اللي بتحصل هيبقى فيها existence of water اكيد يبقى بنقول بروتين بلاس ووتر in presence of بيبسن هيتحول لبولي بيبتايدز هيتحول لايه لبولي بيبتايدز يعني partially digested not completely digested امتى تبقى completely لما يتحول البروتين للمونمرز بتاعته طب حد فاكر كان البروتينز المونمرز بتاعتها كان اسمها ايه ايوة كان اسمها amino acids فبالتالي الامينو acids زي انا لسه ما وصلتش هنا هنا في الحتة دي كده للامينو acids يبقى عندي بروتين بلاس ووتر في وجود البيبسن طبعا لازم اكتب هنا البي اتش البي اتش عندي اهي من 1.5 to 2.5 يعني high acid البيبسن هيشتغل وهيحول لي البروتين الى ايه الى poly peptides تعالوا ناخد شوية questions كده تقيس احنا ذكرنا او فهمنا ازاي اول حاجة بقول give reasons for اول حاجة food must be well chewed into the mouth specially stosh ليه لازم نمضغ الطعام جيدا في داخل الفم قبل عملية البلع وبالذات النشا ها طيب هو احنا لازم نهضمه علشان نعمل crushing للfood so we will facilitate the function of the digestion هنسهل وظيفة الهضم لو بالذات زودنا the exposed surface area ودي قاعدة خدمها قبل كده في البيولوجي احنا قلنا لما بنعمل increasing the surface area بنزود the function لأعلى كفاءة طيب هنا بيقول لي كلمة كده على جنب especially starship well with the saliva عشان يتم مزجها جيدا بالsaliva طيب والsaliva دي بتحول الاستارش ايه بتحول الاستارش لمالتوز الاميليز بيشتغل على الاستارش ويحولوا يا ولاد لمالتوز اللي هو دايساكرايد خلاص يبقى احنا عندنا كده كان فيه في الأول chemical equation بتقول انه الاميليز with presence of water in a media of 7.4 يعني weak alkaline will transform the starch into مالتوز عشان كده لما بنكل ممكن تعاملوها تجربة سريعة كده تاخدوا معلقة رز وتندغوها او لقمة عيش وتندغوها كويس جدا جدا لحد ما تبقى مية وبعدين نعدي بيها على اللسان نتزوقها قبل البلع هتحسوا ان طعمها بقى مسكر شوية لان احنا زي ما اخدنا السنة اللي فاتت ان الستارش tasteless ما هوش يعني it don't have a sweet taste لكن المالتوز عشان هو disaccharide it has a sweet taste فده كان ايه بالنسبة لأول سؤال تاني سؤال swallowing is considered as an organized reflex action طيب احنا هنا عايزين نشرح بقى reflex action خلونا نرجع لل الرسمة بتاعة الأسوفيجس هنا المفروض عندي هنا في المقدمة ولد عايزك كده تعملوا تجربة معايا سريعة نحط ايدنا كلنا على الحنجرة ونبلع رقنا ها حسيت بالحركة اول محطيت ايدك على الحنجرة ايه اللي حصل المفروض انك متخيل ان ريئك لما هيتبلع هينزل على تحت على طول لكن احنا حسنا بايه برفع كده لفوق الاول قبل ما يحصل عملية السوالوينج طب واحنا الريئ ده المفروض ينزل لتحت اللي طلعوا فوق ايوها ده بقى اللي احنا بنسميه اللي هو الريفلكس اكشن ليه عشان انا عندي حاجة في الليرنكس اللي هي الحنجرة اسمها ايبي جلوتس ايبي جلوتس ومقدمة الحنجرة او بداية الحنجرة نفسها اسمها جلوتس فانا لما بعمل سوالوينج بيحصل اللي الجلوتس تو بي كلوزد وذ ايبي جلوتس يعني ايبي جلوتس او اللي هو بنسميه بالعربي لسان المزمار بيعمل كلوجر للجلوتس الجلوتس دي موجودة فين في بداية التراكيا اللي هي الهايند كانال يعني القناة الخلفية من اللي جاية منين اللي جاية من الفيرنجس تعالوا هنا كده نشوف الرسمة في الاول خالص نرجع للرسمة دي اهي يا ولاد دلوقتي انا الابي جلوتس بتبقى موجودة هنا كده فعندي الليرنجس بتعمل عاملة اللي فيتنج لفوق كده فيروح بداية مقدمة الحنجرة دي تقفل هذه الفتحة سو اتو اللي هي الأسوفيجس يعني التراكية امامية والأسوفيجس موجودة في الخلف وراها فبالتالي لما انا اجي ابلع بص الاقي انه الابي جلوتس الاجلوتس الاول اللي هي مقدمة الحنجرة تطلع سنة كده الفوق تطلع الابي جلوتس and اللي هي اسمها الأسوفيجس عشان كده سمتها ايه سمتها reflex action وجوبنا كده على السؤال ده swallowing is considered as an organized reflex action due to the elevating of the larynx upward to be closed with the epic lotus and allow the poles to pass to the hind canal of أسوفيجس طيب وده طبعا بيحصل by coincidence يعني بيحصل as a reflex انت مش بتتحكم فيها you can't control it it is involuntary reaction فعلي لا إرادي طيب تعالوا نشوف السؤال التالت تالين loses its action in stomach تالين دال اللي قلنا اسم تاني اللي إيه الإنزيم قلنا ال P silent تالين أو amylase loses its action in stomach because it works efficiently in a weak alkaline media اللي هي 7.4 while stomach is high acidic media from 1.5 to 2.5 pH طيب number four protein are the only food that is digested in stomach because it contains it is highly acidic it is activated for the digestion of protein only by the action of pepsine ما فيها شغر إنزيم الpepsine اللي ما بيشتغلش غير على البروتين وهي acidic ما بيشتغلش فيها حاجة غير الpepsine وعشان كده الامylase كمان will stop its work inside the stomach so the protein will be the only food digested inside the stomach number five gastric juice doesn't digest walls of stomach حلو السؤال قوي بيقول لك ليه ال gastric juice اللي هو ال hcl اللي احنا عارفين انه هو powerful acid وي ال pepsine اللي هوا حصل له activation ليه مش بيهضم ال walls بتاعت المعدة أول active formula لأنه بيفرز في صورة غير مفاعلة وما الامت بيحصل له activation if attached with hydrochloric acid at the bottom of the stomach يعني لازم ينزل للبطم بتاع السطمك عشان يحصل له activation ده رقم واحد انه البيبسين is secreted in active formula رقم اثنين stomach is lined from inside with a thick layer of mucosa يعني المعدة من الداخل مبطنة بطبقة ساميكة من الميوكس اللي هي بتفرز من بعض الخلايا المبطنة لجدار المعدة number six the occurrence of stomach ulcer in some cases ليه بيحصل قرحة ماذا في بعض الأحيان due to ممكن يحصل مثلا عندنا thinning يحصل عندنا ترقق للميوكوز دي أو طبقة الميوكس اللي موجود دي فبالتالي الوولز بتاعت الastomach will be exposed to HCL and pepsin يبقى الpepsin متأكتف والHCL اللي مأكتفه موجود بتركيز عالي زي ما احنا عارفين وvery high acidic فبالتالي لو ترققت جدر المعدة ممكن يحصل stomach ulcer أو ما يعرف بقرحة المعدة أو تناول أطعمة حامضة طول الوقت لو أنت بتزود حموضة المعدة زيادة عن اللزوم ممكن بعد شوية يحصل لنا stomach ulcer بعد الشر طب ننتقل للجزء اللي بعد كده mention the site and the function of each أذكر وظيفة وموقع كل المن الله ده حب كتير هم number one epiglottis epiglottis دي موجود فين لها لسان المزمار أنقول عليها it is the upper side of or above the trachea that make a closure to allow make a closure to the trachea to allow the polis passage through the esophagus number two esophagus esophagus موجود فين موجود in the chest cavity extend between the mouth and stomach 4 من فين لفين من الفيرنس للسطمك 25 سنتيمتر long الفنكشن بتاعتها swallowing and sweeping the food within elementary canal طيب الميزانتري الميزانتري دي أولاد موجودة في خدناها السنة اللي فاتت برضو الميزانتري موجودة جوه الabdominal cavity to connect between the abdominal or the elementary canal inside the abdominal cavity هو عبارة عن proper connective tissue أو نسيق ضم أصيل بيجمع لي ال ال بيجمع لي الأعضاء الهضمية اللي موجودة جوه وبيربطها ببعض الميزانتري طيب number four lacteal vessels دي الحصة جاية وانا اخذها طيب number five bio juice برضو الحصة جاية HCL HCL أو hydrochloric acid الhydrochloric acid present inside the stomach that site بتاع الفunction التلات وظيف اللي احنا قلناها killing the microbes activating the pepsinogen into pepsin number three بنقول انه stop the action of amylase enzyme طيب seven what is the peristallesis it is a group of relaxation and contraction of the circular muscle of the oesophagus to sweep the food within elementary canal طيب الكنين it is a type of teeth بتعمل ايه احنا قلنا اللي في النصص small incisors الكنين اللي الانياب tearing the food yes number nine molars المولars دي a type of teeth اللي هي at the farest part of the teeth اللي الدروس الكبيرة الموجودة ورا خالص الفنكش بتاعتها is for grinding the food number ten what is the tongue in the mouth cavity muscular organ number one serve as an organ of taste بتعمل كعضو للتزوق number two manipulate the food and mixing it with the saliva number three help in food swallowing compare between each cardiax phenycter pylorex phenycter هنقول الكardiac site بتاعها at the beginning of the stomach and the end of esophagus يعني ما بين esophagus والstomach هي المدخل بتاع الطعام ما بين esophagus والstomach pylorex phenycter is site at the end of the stomach between the small intestine and the stomach d is the site at the beginning of the stomach and d at the end of the stomach anabolism anabolism and catabolism d zay ma hihna aulna allihoma amaliyyat bin samiha almetabolism anabolism is building new bones between the molecules to store energy inside we catabolism breaking the bones between large molecules to extract energy stored between them يعni anabolism is building process catabolism is breaking process and they both are the components of metabolism process thank you dear students this is noah al-kholi was with you today for this episode i hope you get benefit thank you very much for listening